السلام عليكم أتمنى أن يكونوا بخير كل ما يسمعنا يكون بخير في الأول طبعا نعزي مصره ونعزي نفسنا في وفاة الكتب الكبير أستاذ جمال الغطالي مقيمة من القيم يعني من الناس المهمة في التاريخ مصر الثقافي والمهني والأدبي والإنساني فقدنا النهاردة وبنعزي نفسنا وبنعزي أسرته زوجته الأستاذة الكبيرة الكاتبة مجد الجندي وكل محبي وكل قراء وكل أصحاب وكل ناس اللي تعلمت منه ولسه بتتعلم وها تتعلم منه وفاة جمال الغطالي من الحاجات يعني اللي الواحد يعني ما بيلاقيش فيها كلام كتير يقوله يعني لأنها فيها حاجة كبيرة يعني حدث جل قبل مبدأ الهوى وعملات جيلي رسال كتير جيت لقيت بتاع حوالية 30 رسالة مقسمين نصين نص الأولاني اللي علاقة بالانتخابات ونص التاني اللي علاقة بالكورة وحاجاتها زي كده النص اللي علاقة بالانتخابات بيطلب مني أن أنا أقول للناس نهاية تنزل تنتخب طبعا يعني مش الفكرة مش في أنك تقول للناس تنزل تنتخب ده مش مش شغلانتي يعني أو يعني لكن هي شغلانتي إن احنا نشوفها هي ناس ما نزلتش ليه النهاردة ده اللي اللي محتاجين نتكلم فيه ونقف عنده هي ليه النهاردة أول مرة في انتخابات في مصر تسمع كده في وسط اليوم النسبة للحضور واحد واحد من عشرة في المية يعني ايه الرقم ده الرقم ده يعني حاجة فضيحة يعني لازم تقف عنده وتشوف هو ايه ليه اللي وصلنا للرقم ده مش مش مضوع وتقول للناس وتحشد وتلم الناس وخلاص لا لو عايز تعرف الناس ما نزلتش ليه أو عايز الناس تنزل يبقى لازم تشوف الأول ناس من ليه وصل لدرجة واحد في المية بعدها لما تحل المشاكل اللي حوالين واحد في المية دي ساعة تقدر يعني تشوف اه اه ساعة تشوف الناس يعني نزلتش ده اللي ممكن نتكلم فيه النهارة دائما اما الكلام في موضش الاهلي والزمالك ورمضان صبحي فاعتقد انه خلاص الوقت عدى والموضوع خلاصه يعني مش نفضل نحكي ونعيد فيه حكينا فيه و اه و اه و انا كتبت و كتبت بوست اه 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 زمال كويه زعل وافتكر ان انا با اه با او شيء اه رمضان صبحي والعمل وطبعا اتقطع لساني قبل ما اشيد برمضان صبحي لكن الفكرة انا كنت بحطة نقطع الحروف وباقول بمتهى الموضوعية ان الراجل عمل مهارة كروية مهارة كروية دايقتني اه دايقتني عشان اه ده الهدف من الحركة المهارية اللي اتعامل دي نهاية دايقني كمشجع الفريق المنافس فما فيش اي حاجة غلط لو في حد هيتعاقب ويتعاقب النزل ضربه من غير كورة هو الراجل احرجني ودايقني بالكورة زي اي ماتش كورة بنلعبه احنا ك الشارعية بنحب الكورة دي بنحب بيقف عالكورة بنحب الكباري بنحب الفرشة والسحبة والتشميسة والسبعة والكل الحركات دي دي احنا اللي بنموت فيها هاي دي الكورة لكن ما هتقولي بقى اعمله جلسات تأهيل وعمله علاج وعمله قوانين وعمله عقوبة ما فيش هو الراجل ما غلطش في اي حاجة بصراحة هو الراجل بالكورة اللي عارف يشتغل عليها بالكورة ديقني خلاص هو ده الموضوع عايز تدايق وترد عليه في الملعب بكورة شبه لكن هتوقف عنده استديوهات التحليل اللي هي عامل الموضوع شغلانة ومهياصة الدنيا ويلا نعمل درس في الاخلاق لا مش عالفكرة اللي احنا فيه فرق ما بين الكورة اللي احنا بنحبها انا بعتبر نفسي واحد من جمهور الدرجة التالتة الشارعية اللي بنطمن عصور النادي عشان يلعبوا كورة او بيلعبوا كورة في الشارع على الاسفلت واركبوهم فتحة خمسين مرة من وقع على الاسفلت ونزر على وشه عشان يجيبوا الكورة المحشورة تحت العربية خمسين الف مرة انا نوع تاني غير اللي بتكلمه استوديو التحليل استوديو التحليلي بيروح يتكلم في الكورة وهو لابس بدلة وكارفاتة وقعد في استوديو الموتال وبيبرق وبيلمع وبتكلم الشركة والسكينة انا بقعد افرج على الكورة ونلبس بنتاكور وتشيرت وحافيان وبطف السجال في كوباية الشاي مع صحابي يعني احنا حاج تاني غير بات استوديو التحليلي بتكلم عن الكورة انه حصل الزمالك على بطولة الدوري اثناء وعشرين مرة وحصل على بطولة الكاسخ خمسة تاشر مرة وفي سنة اربعة وتسين انا لا انا بتتفرج على الكورة انه الزمالك في ماتش اتنين اتنين حزم امام اه فرش اه جلبرتو الشيف عبد الفضيل على وشهم وفي ماتش واحد واحد اه شيكبالا سحب حسام غالي ورقصه وكبري بعتها لحسين الحسين ناسر محمدي وفي ماتش اتنين صفر بس المرسي خلى حسين السادر اصباليه ده احنا الكورة احنا دي الكورة اللي بنحبها فلنهاية الملخص الكلام ده ان العام رمضان صبحي حركة مهارة كروية اه محقه تماما مغلطش في حد ماشي تمشي حد ممدلش ايده على حد هو بالكورة ده الفريق المنافس وده حاجة مشروعة تماما وده انا هو من الحركات الرد عليه بيكون في الملعب اكتر من كده بيبقى ايه جحوشية او حمورية من الاخر يعني فده برجع واكد ان هو مش اعجاب يعني بالعام رمضان صبح يعني لا انا بس احنا علشان نبقى فاهمين انه اه مش اي زيطة تزيط معاها يعني وتروح معاها كده مع الناس اللي بتملى وقت يعني على الهواء اما الجزء التاني بتاع كابتن احمد المرغاني فدي حكاية احنا حكناها قبل كده ان احمد المرغاني لعيب نادي الزمالك اه السابق واللي كان محترف قبل كده برا مصر في كذا مكان ورجع لعي فوادي دجلة جه في رمضان اللي فات في احداث سينة لما شاف اعداد من الزباط ومن الجنود الشباب اللي ماتوا هناك فكتب بوست على الفيسبوك او تويتر البوست غالبا اه كتب ان هو يعني حزين على الشباب الصغير اللي مات ده وبيحمل النظام مسئولية اللي حصل وكتبها يعني بلهجة حد شوية فانفع لحظة الفعلية كتب زيها وكتب قدها عشرين الف مرة في نهال يعني ما كانش حاجة يعني خطير قوي لكن طبعا نادي ودي دجلة راح معا عقبه وراح الاعلام عمل حفلة عليه وكلكم فاكرين الاحداث ونتيجا هو ببطل اللاعب كرة قلنا وقتها يا جماعة ما ينفعش كده ما حدش بتعامل مع حد بالطريقة دي ما تقطعش عايش لعيب كرة عنده ستة وعشرين سنة علشان كتب بوستا يعني او تويتر فيها رأي زي وزي اي حد حاولناك وساعدتها بكل الطرق نقول طيب هو خلاص غلطان معلش احنا اسفين هيرجع يلعب كرة تاني مش هينفع نقطع عيشه لازم يتأيد ولا اي حاجة كل عمل حفلة عليه وكله منع قيده حتى لما طلع اعتذر من حدش اهتم باعتذاره والنتيجة انه خلص موسم القيد بتاع الدوري العام وهو الراجل بقى خلاص في الشارع ما بيلعبش كرة واتحرم من كل حاجات خص مستقبله وتقطع عليه الطريق وهو عنده ستة وعشرين سنة فاجه لعيب اسمه مبرهيم سعيد في التسعينات احنا كنا بنتاريق دايما على حركاته وقصة شعره وبيدهن شعره اصفر واحمر وشوية الحركات دي وبنونه عليه طلوقتي يعني العيب فافي هو العيب كرة جامد بالمناسبة بس بما ليه عايل فافي وبتاع حركاته وبتاع مشاكل لكن جيه النهاردة صلح كل اللي فده وعمل حركة اه حركة راجل جيه الراجل هو تجه للتدريب ومسك فريق اسمه فريق جلدي في الدرجة التانية مش عارف التانية ولا بيه مش متأكد يعني اه واول حاجة عملها مسك تدريب الفريق ده راح جايب احمد المرغاني وايده في الفريق ورجعه يلعب كرة تاني وانقذه من الضياع رجعه ويلعب كرة وخلاص اتايد تاني فكرة القيد دي مهمة جدا للاي لعيب كرة يعني محترف ان هو يتايد يعني مش بقى في الشارع فايده تاني ورجع وهلعب كرة تاني احمد المرغاني واحنا بنشكر كابتن ابراهيم سعيد على حركة الرجولة والجدعانة اللي كشفت عالم كبير للكرة في مصر في ناس مكتوف بطيقها زكر كد كدبا يعني مش حقيقي لانه لو كان في زكر وحيد كان قدر ان هو يتولى مسؤولية الدفاع عن شاب مش هقول ان هو حقه بلا مش هقول حقه في ان هو ينتقل هنقول ان هو غلط شاب عنده ستة وعشرين سنة لعيب كرة وغلط مش هقول ان هو حقه ما ولينا دي حقه دي موضوع مفروغ منه لكن ماشي خلينا ماشيين للاخر ونقول ان هو غلط ولسانه وفعلت منه في النقض ماشي فانت بتتباحه بتقطع عيشه بتقضي بتقضي على مستقبله وتيجي النهاردة تقولي الناس ليه ما نازلتش انتخابات شغل يا عم طيب هنرجع لنفس النقطة اللي كنا قافين عندها نقطة انه قلنا عايزين نشوف ليه الناس النهاردة ما نزلتش وليه ما كانش فيه اقبال على السنة دي عايزين نفهم الموضوع دي يمكن لما نفهم الاسباب المشكلة دي تتحل وكالعادة علشان نفهم التحليل مزبوط هيبقى معايا في خلال الثواني واحد من اشتر الكتاب في جلنا طبعا انا مش عايز اكبره في السن هو يعني من اخر العنقود في الجيل يعني وشطرته مش بس في الكتابة الحلوة شطرته في قدرته على المرأبة وعلى الاستكشاف وعلى التحليل وعلى عمل ربط منطقي بين الاحداث الوصول لنتائج مبهرة وعظيمة انا بعتبره واحد من احسن المحللين في جلنا يعني في الكتابة الصحفية انا برحب بحضرتك لا لا انت قدها مراتين انا مش قادر يعني ما بعرفش يعني اقدم صح قلت اللي في القلبي فعلا يعني احمد الدريني من اشتر الكتاب اللي عندهم دقب في الحصول على المعلومة وتفتتها وقرأتها بشكل صحيح والخروج منها بنتائج طول الوقت بنتعلم منها حاجة حلوة أحمد عايز أسألك ليه باختصار يعني وبساطة ليه الناس ما نزلتش الانتخابات النهاردة وليه تفاجأ في وسط اليوم بإحصائية رسمية طلع بتقول إنه نسبة الحضور كانت واحد في المية أو يعني خليني أبدأ بالجزئية التانية بس عشان هي اللي محتاجة توضيح فني عيبا مجموعة من تميلنا من المحررين القدائيين والبرلمانيين قالوا إن التصريح نفسه التبكت فهمه على الناس وهو طلع بفرعة مرتبسة بتاع النجزة اللي هي أقل من 2 في المائة من أن الناس فوقت ثم قالوا إن طريقة قصبان هذا العدد كان عن طريق آلية رزب إلكترونية بترصد بعض الناس أو الإيدين فعيترزبه يعني حاجة تقنية برضو مش موبخة إن اللي رصده من القاري الإلكتروني أو العداد الإلكتروني هو الرقم ده إنما هو أقل من الرقم الكل إنه يبقى الرقم الكل اللي هو الحقيقي اللي هو بعد ما نتخطر للمعضلة التصريح المرتبس والأزمة التقنية ده إحنا مش فهمينها ديت نبص لقيه برضو قليل ما زال قليل يعني إحنا ممكن بنتكلم في فارق مش ضخم بيننا ما نزيدش بالزبط يعني إحنا تجاوزنا الخطأ وقولنا إن هو 10% ما لاش 1% 10% ده هيبقى برضو مبالغة من ناحيةنا هنقول يعني من عندنا من عندنا هو 10% برضو لازال الموضوع فقير جدا ما هو إحنا روح يسأل نفسه سؤال الإنسان عشان يعمل أي سلوك في الدنيا بيبقى من الثاني من وراء عائد تمام فإيه هو العائد أو الغاية اللي عند المصريين من انتخاب البرلمان حلو قوي تحليل ده أنا ماشي معاك وهو واحدة واحدة تمام واحدة يبقى أنا هبص هاخدها على كذا جزئية رقم واحد إيه اللي ما قفتنا من غير البرلمان ولا أي حاجة لطلق ممكن الكثير من التفسير مقصانة هناك البرلمانات بعد فترة موافقة موافقة لك أن فقرة مد مجلس الشعب دي فقرة ممكن أنت تنام عليها ولو عندك طفل رضي يتعد تططب عليه فينام على الصوت الركيب والإقاع الركيب بتاع المجلس بعد ما تخطينا المرحلة دي بقى المجلس مسلي فيه ناس بتأدن وناس بتخذر وناس بتشتم بعض وناس بتضرب بعض فكان ممكن يكون فقط التفسير البرلمان الجاي مفيش أي مادة التفسير فيه مفيش أي شيء جديد أنت مش منتظر منه تشفيعات مش منتظر منه يدفع عن طاقتك مش منتظر منه يشارك في الحياة السياسية مش منتظر منه يبقى فاعل في أي شيء على الإطلاق وهو جاي زي وزي عدم ده من حيث الفكرة الضخمة أنهنا البرد خلاص يعني اللي قاصل فيها أنهنا بدنا ندوس بوز كده وقفناها وقعدنا نهدي فيها ونفتت في ورقها من أول وقيد ومشي بالصيغة دي والناس شايفة أنها ماشي بالصيغة دي فمش ناقصها البرلمان يعني مش حاسة بيه غيابه مش مفتقدة البرلمان مش مفتقدة حضوره ومش حاسة أنه مفيش مشاكل أنه المشاكل بتعني منها مش البرلمان هو اللي حلها فهي حاسة أنه وجوده زي عدمه وجوده زي عدمه ده رقم واحد رقم اتنين فكرة الأمل حوالينا المستقبل ما نظنش المصريين إحنا كمصريين دلوقتي عندنا تطور عن المستقبل أصلا شكله عامل إزاي عشان يبقى عندنا أمل أو إحباط إحنا كلنا أسرى حالة البوز حالي دايس كده الصب على المشهد فما فيش الدفع النفتي أولا أن أنت تنزل تعمل حاجة فتحس أن أنت صوتك ده يبقى دي لازمة وما يحصل أي تغيير من أي طرلس في أي شيء جزء تاني من الناس من ساعة الإطاحة بمبارك لحظة مهارة بنزل في الليجان كذا مرة نزلنا في تلاتة وربعة سنين دول كتير قوي الدستور الأولاني والدستور التاني ونزلنا في الانتخابات الرئاسية كذا مرة في المرحلة الأولى والانتخابات الرئاسية التانية ناس يزلت كتير والمرات اللي نزلت كتير دية تكسرت الإقاع الكارنبالي بتاع الانتخابات كفكرة عاملة زي ليد كده عيما زهوتها راحت زهوتها راحت موجود اقترار صحيح لجان كان مرة نزلناها في فوشيتة والدنيا بطمخر والشمس طلعه وحطين من شمسيات وحطين كراتين في قرصنا من حطين كراتين من المطر وحطين كراتين من الشمس يعني نزربناها في كل احتمالاتها مم فخلاص يعني احنا اا اعتبارها كده كمشهة كارنبالي للشعب المطري دي مش مش سهل بالنسبة لها عادة احنا خلصنا عليه المقبضة انه هي اكتبار عادات ضخمة في اي فعالية عامة مش ما بيعرفش بسهولة يعمل كده زي بقي شعوبة للغرض خلاص العملية خد انتفق غرض منها مم واخد غرضوا منها الشعب المطري جزء اا تالت هو الشخوص البرلمية الشخوص المرشحة والنظام الانتخابي نفسه النظام الانتخابي اللي هو قوائم ومستقل وفردي اا اا انا حسنا هو النظام من رخبط الناس جدا واظن ان فيه صعوبة في فهم واستيعابه وانا نزل عامليه بسبطة او انتخب مين عشان يعمل ايه ورقم ايه كفير انه هو ينجح مين وصير ايه كفير انه ينجح مين او تسقط مين فالدنيا برضو مربكة شوية او من الخطأ اا جزء الاخير اظن متعلق بشكل صلو على الشحين افتهم انت مخطوط او المواطن من مطري مخطوط بجهات مفيش حد فيه يدفعك دفع نتنزل في تواصل انت عندك خليط ما بين اا وجوه الوجوه القديمة في الفاطرة المبارك على وجوه جديدة كده بتحس فيها بالاختعال ما بتحسش انها حقيقة ما بتحسش انها في مشاريع متدرورة او مشاريع كاملة وبتحس ان فيها بكنافت بالدخل في التجاج يعني احنا يعني فيه يعني البرلمان دول هدا بينافت بغضه في افضل في ترمال يعني ما واثبط البرلمان اتحايد ان يكون نفسك قبل ما السوق يخلك يعني زي ما نازم تقول ايوه يعني مين يستفز بك تنزل ولا شخص ولا كياسة ولا امر ولا تموقع لا حلم اه طيب لو تسمح لي اللخص معاك بس الاسباب اللي قلتها عشان هي كلها مهمة انت قلت السبب الاولاني انه الناس مش مفتقدة البرلمان انه الحياة مستمرة بدون البرلمان ومش حاسة بان هي ناقصها حاجة اه حضرتك قلت انه اه مفيش تصور واضح عن المستقبل سواء اه يعني مفرح او مخيف يعني مفيش مش هنزل علشان خايف على المستقبل في حاجة او مش هنزل علشان مش يعني متصور حاجة فلازم احارب علي عشان اخدها مثلا يعني الحاجة التالتة حارتك قلت انه النظام الانتخابي اه مكركب اللي هو القايمة في الفردي فمفيش حاجة واضحة فده برضو يعني واخد من الناس اه اه الاهتمام حارتك قلت برضو انه اه ان الناس خلصت على فرحة الانتخابات يعني نزلت الانتخابات بشكل اه مبالغ فيه اه في الفترات اللي فاتت بالكرنفالات بالزفة بالكست بالغنى بالرأس بالزغاريت وكل الحاجات دي فزهوت الانتخابات خلصت يعني خلصوها مبقتش ممتع الحاجة الخامسة انه الوجوه المطروحة للبرلمان نفسها وجوه مش مغرية او مش مشجعة او احيانا مش مفهومة اه او مش معروف اه ممكن تاخدنا لحد فيه انا قلت اللي قلته ده صح مزبوط اه مزبوط مزبوط طيب انا ملخص معك بس عشان نرجع نتكلم من الاول جديد على نظافة خلاص فاهمنا اللي فات طبعا ايزا ارجع لنقطة من في الخامس اسباب دول اللي احب اقف عندها انه ليه ليه احنا وصلين عنده نقطة اللي هي حارة كنتم بتقول فيها انه التصور عن المستقبل مش مش مكتمل او مش واضح اوي مش مكتمل بمعنى انه مش باين حاجة تخوف ومش باين حاجة اه اه مغرية يعني تدعو للطموح او الحمس ليه الرؤية في المنطقة دي ضبوبية ومش مفهومة من وجهة نظرك يعني اه اه اظن ان احنا عالجنات تخوف ان احنا نبدو القطوط على اقتفا مثلا بمعنى ايه بمعنى ان انت رأي بسيط حواليك الدول اللي حواليك اه اه مفكتة جدا مدمرة تماما متهاوية اه وحتى الدول المستقرة اه اه اللي بتصنف على انها تبقى اكبر ودعينا بيه كده كمان بتعاني من مشاكل اللي باقفة عني فانت رأي مردية الخاصة على استقامتوا على المستوى الاقليني اه الصورة هتبقى مفزعة جدا وفي الشأن المحلي وحنا عملين نسمع تقديرات الصادية متشأمة جدا لو مدتها على استقامتها وفدقتها هيبقى ضبع مفزعة ولكن خاليني اقولك يعني انتح التفسير المصري عامل ازاي احنا بقلنا كثير جدا نسمع ان يبقى في ازمة في مياه ميل انا من انا في اعدادي بقى انا في ازمة في مياه ميل وخلاص صحيح انا في اعدادي وخلاص ان انا ونسألت اعدادي مش هلائه مياه اشرف والحمدلله انا ده نتجاوز ونطلق محصلش ده فالفكرة التخويض دوت يعني بتتعامل معك شيء من العدمية والانكر نفس الوقت فيها رجاء في اللهمة يا عم ما حدش بيبقى من غير عشا فكرة ما حدش بيبقى من غير عشا ديت لو انت مدتها على استقامتها هتبص ايها قناعة مش قناعة الشعب دوت قناعة الدولة كمان حدش بيبقى من غير عشان هناخد لنا قرد من هنا هنمشلنا سببوغة من هنا هنكتز بالدولة دي هنعمل جدا هتقضى يعني بالاوصى ككلان هنبسط ونقسم على واحد وناكل يعني فازن ان الناس ما بتمدش القصور على استقامتها انها لو مدتها هتوصى بالسيناريو المتفاقية بنفس الوقت دي الناس ما بتتفاقلش لأنه انت ما عندكش بذور التفاقل نفسها يعني انت الواقع اللي خاصل يعني كل خمسين حاجة في اتصر في دمحة لطيفة كده تخليت تتفاقل تديك امل في الحياة في شخص اه مدرسة صغيرة في شعر السفري في اعمل تجربة ايه ايه في القرية في الصعيد ولا في المنطية خدت اه جايزة القرية المسارية صحيح تجارب تجارب فردية كلها صحيح تجارب فردية كل مهمتها ان هي بتديك قبلة حياة كل شوية تمام انك تكامل بتغرق كل بقت بسيح تديك قبلة حياته مدد انا ببقاء صحيح فانت عايز في حالة البسارة دي طول الوقت ولا انت بتتحرق ولا انت بتتجنب بس كون شوية احداث وطيفة وطيفة كده تخليك نكمل فاظن ان احنا عسادنا يعني عسادنا نعيش في الهامش ده خلاص الهامش المتوسط اللي هو بيخليك عايش اليوم بيومه بوقت بوقت يعني خلينا متنينين لسه ما حدش عارف اللي جايه ايه بس كل ما انا عايش النهاردة والعشة موجود بتاعي فيك خلاص الحمد لله ربنا انا من ابيت جبرك اتعشت لها نظريت طوائل المكبوط المكبوطة دي خلاصة الحكبة الانسانية اصلا يعني عابل اللي رب واحت عندي عشة نعمت مستور خلصت نشوف بكرة ورانا ايه طب احمد عايز اسألك يعني سؤال اخير انت قلت خمس اسباب لعزوف الناس عن الانتخابات النهاردة ايه يعني عايزك تختار لي سبب من الخمسة بشكل اساسي لو اه اتحل اه الناس ممكن تنزل بشكل اكبر واكتر واحد في الخمس اسباب ممكن تحس انه لو النهار كعائق يعني الناس تنزل وراه بجد اه ان الناس تحس بالجدوة بالفايدة بالقيمة اه قيمة صوتك فايدة انك للصوص هيحصل ايه وعشان يحصل قيمة او يحصل جدوة يبقى لازم البرلمانات يكون هيبقى لي جدوة ولازم المرشحين يستثم يبقى فيهم سمة ان هم فيه رجاء منهم لو اتخطوا كل مجزومة دية فانت لو خلقت الاندافع والشراعية الشيء الحقيقية الشراعية الحقيقية للاشياء مش كتبه السراعية ان احنا يعني طلعنا خلات استحقاق ثالث نسميه استحقاق ثالث استحقاق وهنعمل انتخابات وفرة ونزيها ونجيبنا السلائب ده بالضبط يفكرني بتصور لشان ما انا واحد صيف عن الدولة يعني زي ما كان طلع في فيلم بقوله رئيس الوزراء اظن شو ما يتحقق اهاني رمزي بيتكلمه وبيقوله وحقي والتي احنا دولة عارف يعني دولة يعني ختم ودمغات فهو فكرة ان الدولة حالة اجرائية بس دي دي الكارسة انت عايز انت حاسس ان الدولة حقيقية مش حالة اجرائية الاستحقاق الثالث التأمين اللجان الفارس التطويت ما كل دي مظاهر ايه اللي ورا الاجراءات انت اللي ورا الاجراءات انت مش اه مش مسكوا صحيح ايه بتمرحل وتزين اللي شيء يعني احنا كلنا عايزين وراح نخط الصندوق شيء للصندوق بس سلماته القوات المصلحة سلماته القوات الامن القضايا فرزون يعني على اي حالة الايهام دي كلنا عشان اه عشان هنوصل ايه اه صحيح يعني ما كلنا بالمثل على بعض ديه احنا روحاتنا قاعدة حلوة كده قلنا يا جماعة والله البرلمان اه ازمة واحد اين وحنا عاقين مشتريتنا واحد اين وابتاعه ومشى وجبرة وتعاشر الثلاثة ونقطة اخيرة بس احدة يعني اقل عليها تاني كفجرة حد المشاكل في مصر ازاي امم انت عندك ازمة المحور ديك ايه اللي ممكن يحلها ايه اللي ممكن يحلها ايه اللي اتحدى الاورودي اشارك معلش الصوت قطع تقول تاني ايه اللي ممكن يحل امم ولا متين برلمان يعرفي حلقة انت عارف كويس قوي ان هي عايزة مثلا قرار من رئيس اه حي مش عارف ايه فين ان هو يبصع حرا يمين وحفظ الجيزة يحط حرا شمال اه استاذ رئيس الجمهور يأمر بتوجيهات وبنحنا نحفر نفق تحت المحور او نخلي المحور دورين انت عارف ان الحل في مصر لا يأتي الا بطريقة قصية جدا توجيهات الرائح رايز رايز والرياضيين او رايز الطرق والانساء او اي حاجة نقول قرار نفذ القرار الخلاف كده انت مفتقد استقاط فيما على حاجات اللي قال من كده يعني حاجات اللي قال من لا يعني مصر فيها حاجتين يتطق في قرار رئيسي انه هيقول كده فايحطة كده لاما زي بقولها حاجات مثلا في كارتير تاني المحافظة يبقى متضايق عشان جاي من على محور هو زحمة فياخد قرار متلين يحل الازمة اه اه امين شرطة مش عارفين هيحل ايه الفردية برضو برضو مجهود فردي قرار فردي ان انا هحل المشكلة دي بالضبط حد فردي وحد يعني مطرب الحكم في مطر يعني شخص فوق خلط وحدد اشخاص في مواقعها مشية جدا بس هم تروس المكانة كلها يعني انا معرفش الوقت يا التسارية وللا احكي القصة فضل فضل يعني كانت ايام يعني مش عايد اقول اتناء بس ايام الرئيس اه الاسبخ محمد مصني مبارك ان جاله شخص كان عنده شخص مشهور يعني ومرموق عنده مشكلة في الباسبور بتاعه في اسمه فاكلم احد كبار المسؤولين في عهد مبارك وفي القطر الجمهوري ساعتها وقاله فضلت على زرني يا فندم وجاء لأيي الازمة وابه وعلا يبقى اصبور مبينيك في المطارات وبيعمل لي مكراك مطار القهيرة وبتاعه قال له حالا احل هذا رفه طمعت التلفون وتطر بوزير الداخلية قال له يا فندم يجيلي حالا احل هذا رفه الراجل اللي هو الشخصين مشهورة لوزيلي الداخلية قال له حالا تطر بمساعد الوزير للشؤون الهجرة والجوازات قال حالا يا فندم احل هذا خدوا على عميد فلان خدوا على العقيد فلان على المقدم كلان. وكل يلي يا فندم حيلاً دايب نفسك ودايب من عند كلان دي. كنا قد يقول اسمه لفوقه. حيلاً نحن هنا. ووصل برضو حد آآ مستوى المقدم أو الرائد والأزنة ما تحددش. طرق الاخر المزيئ راح لموظف الجوازات الدالو 50 جليل خواصة المختلفة كلها. فانت عندك قصة مبارك كان يتواهن ان هو بيحكم مصر بصوصاً بيحكم من خمسة ستة ما فيش موظف الجوازات بخمسين جنيه يعني ممكن يسميك آآ بارك اوبان رواعي. مم. وهي الفكرة انت تقول في مصر المصرين برضو خبروا حضاريتهم وخبروا دولتهم على مدار آلاف السنين عارفين ان الحل يا حل احتيالي. بقاميش ورطة والسلطة تاني المحافظة وآآ بقساعد خامسة الوزير. طريق فرعي. المناصر الغريبة ايه? طرق الفرعية اه. او اشكرك يا احمد نورتني والله وآآ يعني نورتني يا الزهنية يعني كلامك نورني وفهمني حاجات آآ كتير وآآ وكلامك منطقي فعلا وآآ ويستحق التأمل ونحنا آآ يعني يعني نتمنى يكون في حد آآآ من المهمين سواء يعني في المراكز اللي فوق او في الاشخاص اللي تحت ان الكلام ده ممكن آآ ان الكلام ده ممكن يمثله حاجة آآ تفرق فتتحل حاجة فالمشكلة الناس ما تروحش الانتخابات دي تتآآ تنتهي. شكرا يا احمد آآ انورتني واستفدت كتير من وجهة نظر. شكرا انه ديك منور بيك يا رب. شكرا. شكرا يا رب. طيب احنا لسه وقفين في النقطة اللي اتفقنا ان احنا نتكلم فيها النهاردة بآآ بصراحة عشان نطلع بجملة مفيدة. آآ وهي نقطة انه ليه الناس آآ ما نزلتش الانتخابات النهاردة. آآ وحاولنا في اللينك اللي فات اخرجنا بآآ جمل آآ مفيدة. انا بعتبرها جمل مفيدة. انه مش وصل للناس آآ جدوى واضحة حوالين البرلمان ده هيكون مفيد في ايه? آآ دي حاجة الحاجة التانية حاجة اللي هي علاقة بالوجوه المترشحة. والوجوه اللي نزلة للانتخابات الوجوه مش مفهومة او مش مبلوعة او مش آآ عاملة يعني حالة رواج مش مش مبني عليها آآ حاجة م مفيدة او مهمة. كمان اتقال انه آآ طريقة الانتخاب الكركبة شوية اللي هي آآ قوائم على فردي مش 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 وصلة للناس مش مفهماهم برضو وراها هيحصل ايه? آآ فاحنا عاملين نقلبين مش مال عايزين نوصل لأفكار ممكن تكون مفيدة. يعني ازا كان دي مرحلة اولى من الانتخابات وده اليوم الاولاني ونسبة المشاركة زي ما تقال في الخبر واحد في المية او اتنين في المية او حتى خمسة في المية آآ فيمكن الكلام حوالين الاسباب اللي كانت عائق ضد نزول ضد نزول الناس للانتخابات ممكن الاشخاص المهتمين او الاصحاب القرار يقدروا يحلوا الموضوع ده. فيه كمان وجهة نظر تانية انا احب بسمحها واحب آآ 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 اقرى معها اللي حصل وهي وجهة نظر صديقي الكاتب الصحفي الاستاذ آآ محمد فوزي رئيس تحرير موقع التحرير الاخباري. وده موقع من اهم المواقع اللي بتشتغل على الاحداث اللي جارية قراءة وتحليلا ومتابعة. كمان انا بسقطه اللوقت في وجهة نظر وفي قراءة صديقي الكاتب الصحفي الاستاذ محمد فوزي للحدث. استاذ محمد. اهلا بيك استاذ عمر. ازاي حدو تقرب. اشكر كيف كان يعني على دي السقة. اشكرك لا دي سقة. لا دي قدها ونص اما ليه ده كلمت. استاذ محمد ليه الناس منزلتش انتخلاتوا النهاردة? انا معظم انا سمحت معظم ان انت قلتوا الازباب. انا مختلف مع معظم الازباب. انا شايف ان الناس النهاردة منزلتش علشان توصر رسالة للنسؤولين في هذه البلد. اللي يهمنا ما بيهموكوش. هم يقولوا الناس ببطاطة. واحدة 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 عليا شاني احنا الكلام دا كبير تاني. ايوة. بتوصل رسالة للناس ان. انا حاكمين البلد بتقول لهم اللي بيهموكم ما بيهمناش. هم. انتوا هممكم مجل الشعب احنا مش هممنا مجل الشعب. هم. احنا هممنا اللي بيحصل في البلد. هم. جزء من من الرسالة دي جزء غاضب لعلاقة بالاعلام. بيقول للنظام انت اطلقت علينا ريالك. يصنفو الناس. ويحط كل واحد في خانة. يسمو ده عميل. يسمو ده سلول. هم. يسمو ده حزب وطن. يسمو ده مش عارف اه ان ده عطابور خامس. يسمو ده اه بيتمول. يسمو. انت اطلقت علينا رجالك بالحزب الوطني. على شاشاتك بالحزب. على شاشات التلفزيون. تصنف الناس. فالناس دي ربها على الانتخابات. استاذ عمر اللي حصل النهاردة لو القيادة السياسية والناس اللي مكنون على البلد. وإدارة هذه البلد. موقفوش عنده طويلا. فمصر رايحة في كارثة ربنا واحد الاعلم بيها. النسبة النهاردة شيء مفزع. اه طبعا. لما يكون عندك لجنة فيها خمس تلاف بني آدم يروحها مية وفمسين بني آدم. فاحنا بنتكلم على ان حتى الناس اللي كانوا بيلفوا مع المرشحين في الدوار دي. مرحوش. ايو طبعا. طبعا. انا بس او وجه نظر ومطالب وطموح. اه. بينما النظام ليه طريقة وجه نظر ومطالب وطموح من نوع تاني. فمش ملتقين في حد تفريق كارثة. ده مفهوم الكارثة. اه. دي مفهوم الكارثة ومفهوم الكارثة ان انت عندك المفروض ان ده برلمان منتخب انت دلوقتي ده ربط في نزقييته وفي شرائيته كموقع. البرلمان منتخب بهذه النزة العزيلة. اللي هي بالمناسبة ممكن تتكرر وممكن يعدي برلمان. لكن انت امام كارثة حقية انه يجي لما تقال ان انا عندي برلمان. هيقولك البرلمان ده منتخب بخمسة في المية. يعني فيه تستعين في المية مرديوه مطلعوش. ولو قسمت التأسيمات المعروفة انه فيه مثلا عشرين في المية اه مكبرين دمخه. وفيه تلاتين في المية حزب اه مش عارف حزب كنبة ولا تقول عليه. وفيه عشرة طيار اه عشرة طيار اسلامي مش عارف عشان اه مش مشارك اصلا بحاجات انا عندي روضة تانية لا علاقة بني الناس منزلتش. مم. نتمنزلتش علشان انت الفترة اللي فاتت حصل ما يشبه. اللي معترف المتفق عليه في الابقيادة السياسية موت السياسة. انت عندك القيادة السياسية. ماشية بخطوات. بتتقمس لما حد يقول لها ان ده لا احنا الخطوة دي ممكن تبقى افضل لو اتعملت كزا. او انه لا الخطوة دي مش وقتها دلوقتي. اللي هم اهل استشارة. المشكلة مش مشكلة ان النزام بتقمس المشكلة فاللي بيتقمسوا للنزام. يعني اللي بتقمسوا للنزام هم هم اللي مشكلة. اللي بتقمسوا للنزام بالتبرع. ايوة. الحاجات المكانية. اللي هو فجأة تلاقي ناس تطلع لان انت بتنتقد حاجة تطلع اه يعني سوري يعني ترفع المطوف تحطي لك المطوف جنبك. عشان انت ايه انت مش اه انت مش عليها والنزام. انا في رأيي اللي حصل النهاردة لازم يتم ادركه وانا طبعا كنت ضد تماما ان يحصل اجازة بكرة. لان اجازة انت عارف الناس. ايه. الناس بتاخد الاجازة هتبعها في بيتها. لكن الاولى ان لو نحف في شغلة اقول لك ثم ما ننزل انتخب. هم اللي حقوا نفسهم على نص يوم. اه لكن انا اه اللي حصل النهاردة شيء اه مجزء اللي حصل النهاردة رسالة من الناس بتقول بتقول الفيادة السياسية وبتقول لنخبط هذا الوطن وبتقول لاعلاميين وبتقول ان ان احنا مش تابع حاج موت السياسة اللي تقال عليه موت السياسة في البلد دي في الفترة اللي فاتت موت السياسة بمعنى ان ده ما فيش اصوات معارضة والاصوات المعارضة بيتم تصنفها وتصنفها في خانات سيئة هو ده اللي خلى الناس ما تطلعش النهاردة الوجوه الاعلامية الكريهة اللي عمالة تقيل الانتهامات غي الناس ومش فتح مجال مش فتح مجال الاصوات المحترمة انت عندك يا استوز عمر كام حزب سياسي مع تسلمنا في المقام الاول بين الاحزاب ضعيفة لكن كام حزب سياسي مشارك ومؤيد ومرحب وشايف الانتخابات دي آآ فاتحة امل واني هي ممكن تكون فعلا استحقاق على طريق مصر تيب على طريق المستقبل وانيبقى فيه لمن قوي يحاسب ويراقب ويشرع مفيش معظم الاحزاب يائسة ومنفضة ومكبرت نخة ومش حجدة وحتى مش نبين اهمية الحادث فانت عندك فعلا مجتمع آآ فيه ازمة جيرة جدا بكرة ممكن تفاجأ بكرة في اليوم الثاني الانتخابات ممكن تفاجأ انه من كانت الانتخاوفات كلها اللي كانت موجودة تظهر ان الطيار الاسلامي سواء كان اخوان مسلمين او ثلاثين يحشد انصاره بكرة في ظل حالة الارتخاء العامة اللي حصلت دي في الشارع المصري والانتخابات فتكتشف ان انت قدام برلمان بقى يعني اسوات صحيحة انت في مزنة هتبقى في في ازمة كارثية ايه مديد دي دي كنت اسألك على ده ان كده البرلمان ده هيبقى كده تمام شارعي صح عادي شارعي ايا كان العداد اللي شارع كده اما انت مفيش ايا كان العداد اللي الناس هتنزل والناس انتخبت ايه 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 ايا كان مختلافك مع الهدف او التوجه الناس دي هي اللي عندها هدف وتوجه واستنت قرأت الخريطة يعني قرأت الخريطة في اليوم الاول فشافت الوضع كده فانزلت في اليوم التاني بقى ادونا فرصتنا بقى ودخل وننزلوا الشارع وينزلوا بنتها الادب والاحترام انت عندك هنا انا في رأيي انه كان هناك ادوات واساليف كثيرة جدا على الفيادة السياسية في البلد وعلي بيحكموا البلد وعلي بيحبوهم وعلي مهتمين وعلي غيرين على هذا البلد في ادوات كثيرة جدا ان انت فعلا تدخل احزاب ان انت فعلا تدخل الشارع المصري ان انت فعلا بقى فيه اصوات عقلة في الاعلام انك تحيي السياسة انك انت شوق لك كله كان بيودي في المنطقة اللي انت قلت عليها اللي هي موت السياسة انه احزاب دابلانة الشخصيات الاسوات المعترضة واخدها جنب الاسوات الممكن تسمحها بشكل كويس وعندها جملة مفيدة حتى لو جملة معارضة برضو ما بتخدش فرصية الصوت العالي هو الصوت اللي بيتقمس للنظام اللي يعني الملكي اكتر من الملكي فكل اللي انت بتقوله ده فعلا واخدك في منطقة طب دلوقتي السؤال الخوف دلوقتي انه انك انت الاسوات اللي هي المتبرعة بالامص والمتبرعة بالدفاع دي هل ممكن تقدم اراية للمشهد ده عكس ده تماما تقدم اراية للمشهد ده اراية فهم تخلي الحصل ده انتصار يعني تخلي الحصل ده حاجة عظيمة ان تقرأ من وراها حاجات اه اول حاجة هتتقال هيقول لك اهم حاجة انه الاسلاميين ما سيتروش على اللجان كالعادة وانه ما حشدوش قوهم اه هتبقى للا حصل اه طيب نبه الناس اه نبه الناس اللي ممكن يتقل في الحتة دي ويتباع دي الموضوع اه بقى يتسوق الموضوع ده على انه يا جماعة اصح الاقبال اه البتاع قفتي اه النهاردة الجو كان وحش الجو كان وحش الجو درجة حاراته مرتفعة اه اصلي اهم حاجة ان الاسلاميين من الجوش وسيطروا على اللجان وستاتهم وشيوخهم كانوا عاديين بلاب توب وعمالين يقولي انت روح هنا وانت روح هنا ويجيبوا عربيات ماليانة بناس ويدخلوهم عيد قال ان الناس اه اصلي استحراخ انتخال ناس مالهية بلقمة العيش والاقتصاد دلوقتي بها رقم واحد السياسة مش رقم واحد الاقتصاد رقم واحد تقول له والله حضرتك انت عارف ان الناس يرحل الانتخابات اه حصل انه اه الدولار زاد عشر قروس وان انت دلوقتي الجنيه في سعر السوق السوداء اه تقريبا مقرب لعشر جنيه وانت ده اه كرثة حقيقية انه كل المؤشر اللي انت عندك ده اه البنك الدولي طارد من البنك الدولي قرض بتلاتة مليار دولار ان انت عندك الفريق ماميش جاي قال انه القناة اراداتها انخفضت اه لا فمش حقيقي الاقتصاد اولا الاقتصاد والسياسة الاتنين بيمشوا بان ببعض عشان كل واحد بنتي جي تامي فيه سياسات اه يعني او اجراءات سياسية بتخلي الاقتصاد يبقى ليه قيمة وفيه اجراءات اقتصادية بتخلي السياسة اه تلعب دورها الحيني فلا فيه تسويق هيصل تسويق بس انا اعتقد ان في المرة دي يا عمر هيبقى فيه مشكلة في تسويق اه اسباب عدم اه اقبال الناس يعني الحجج مش هتبقى اه قوية او واقعية زي المرات اللي فاتت لأ انت قد تم حدث اخطاء جسيمة حصل ترفاض رفادي من اطراف كثيرة جدا اه اطراف زي ما انت قلت وانا حابب التعبير ده اللي بيبقى مصر للنظام اطراف من داخل نظام نبسه شايفي ان اصل البلد ما تستحملش اصل تيجي تكلم اي واحد تكتب اي وقت ماظر او تطلع في تلفزيون تقول اي وقت ماظر فاقولك لا اصل البلد ما تستحملش يعني ايه البلد مصر محمد هل 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 لو 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 يعني ممكن اه لو يعني تعاملنا بالموضوع بخضر من الاتفاقل هل ممكن نعتبر انه واقع زي واقعة الانتخابات دي تكون اه بداية لمحطة جديدة فيها اراية مختلفة على ايدي الناس مختلفة بشكل مختلف يعني هل ممكن تكون حاجة النظام يعتبرها واقفة ان احنا تبنقف هنا علشان نشوف ايه بيحصل لا هتبقى واقفة هتبقى في حالة واحدة بس لو ان هناك مخلصين داخل هذا النظام توقفهم وقولوا بمنتهى الاخلاص ان هذا مؤشر خطر لو طلع الاماصين للنظام وفرشهم او بررهم او وجدوا مبررات لان مفيش نزف اعتقد الموضوع العدي عادي وهيجي اه وهيجي برلمان محسوب بس منه على اهل القوائم محسوبة على النظام واو نظر محسوبة على القادة السلاسية هتيجي اه تقول امن لكل القرارات اللي طلعت هقولوا مش هنعدل الدستور وده اللي حصل يمكن قبل البداية اللي هو اه احنا يعني في ناس كترة جدا في القوائم تلاتية تلاتية اه احنا اول ما اندخل البرلمان هنقر كل القوانين هيقر ربعمية اتنين وثلاثين قانوني في اه في ساعات يعني ومش هنعدل الدستور ومش هنعمل ايه ومش هنعمل اه 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 ومش هنعدل الدستور وهنعمل واست طيب هو ايه نازمته يعني لما مواطن يبقى يعد قدام التلفزيون وبالجنامج ونشوف الناس المفوض الناس اللي تشرع اللي تشرع له وتراهي بأداء الحكومة اللي هي دي يعني المفيدة اللي راح يسيبها الحاجات دي راح يسيب ديوله كده يعني انا دوري يعني احنا دلوقتي الرهان على الاوقلاء والحكماء اللي يقدروا يقروا المشهد ده يتنطلق منها لمنطقة محطة مهمة بتعوض المشاكل اللي فاتت لوصلتنا للمشهد بالنهارة في المرحلة التانية يبقى المرحلة التانية في عقل بيدير العملية التاسية وبيدير العملية الانتخابية وبعدين هيبقى في وقت فنعرف الناس فنغير الخطابة يعني نبدأ جماعة يتقال كده جماعة نغيروا الخطابة نزلوا على الارض كلموا الناس على قدها كلموا الناس باحترام احترام محول الناس احترام ومشاعر الناس احترام والناس دي بتفهم وان هي عندها يبقى الكلام في منطقة اكتر من كده صحيح انما طول لو الموضوع اتاخد بالشكل المعمول ده محمد ان شاء الله احنا ان شاء الله بإذن الله في المرحلة التانية برضو هكلمك ده لو يعني ما كنتش موجود معنا في الستوديو ونقرأ في المرحلة التانية اللي احنا قلنا ده وصلنا منه لإيه واشكرك جدا نورتني ومعليش الوقت خلص كان ممكن محتاجة كامل معك كتر من كده بس مالحوقة ان شاء الله طيب احنا النهاردة يعني اعتقد ان كان الكلام كتير ومفيد في محاول قرأة ليه الناس مرحلش النهاردة محاولة مخلصة جدا من ناس محبة للبلد من ناس وطنيين جدا بحاولوا يقرأ المشهد علشان يطلعوا الصغرات اللي فيه بطريقة ممكن تكون مفيدة للناس اللي تاخد قرارات لسه في ايام تانية لسه في مرحلة تانية لو حد استمع لنا النهاردة وللأفكار اللي قالوها الشباب والأفكار اللي قالوها الكتاب الصحفيين عن ليه الناس تراجعت اعتقد لو فيه قرأة حكيمة وعقلة للتقال النهاردة ممكن تكون مفيدة بشكل كبير جدا في اللي جاي اشوفكم على الخير وإذن الله يجب التلات